يعني برج الجوزاء انت مو انت مو يعني شخص قل لك كلمة اثر عليك كذا اكو شخص قل لك مثلا انت محلو او انو اكو اوه شن هذا العيب اللي بيك مو شرط هو يكون صادق ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قل لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت لهذا الشي فخلي ثقتك بنفسك عالية انت اساسا يعني متجدد دامن و جميل فاذا اكو احد قل لك هيك كلمة او ممكن تكون الطاقة بعده يعني هاسا ما متحققها ممكن شخص بالفترة الجاية راح يحتيو ياك هاي الكلمة فاذا بعد هذا الشخص مظاهر بحياتك وما حانش او ما تصرف هذا تصرف المثلا هو تركك وراح الشخص وجوز انت رحت ورا بعدين انو هنا عندك طاقة مراقبة راقبت وشفت الشخص اللي هو راح ويا ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسك زيادة وعنده جاذبية فهذا شي سبب لك قلت ثقة بنفسك انت لعب مو بك انت ما بك عيب ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انو هو احسن منك اكو اشياء ما تنقاس بالشكل تنقاس بالروح فالبعض منكم محتاج يسوي استشفاء محتاج انو يرجع ثقة بنفسه مثل الاول واكثر بعد هذا شي كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي هذا الشي ماثر عليك انت ما قاعد تقدر اساسا تبدأ بداية جديدة راح احتيكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي هاسا خلونا نبلش بالطاقة العامة البرج الجوزاء طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبداية اول ورقتين اليك وان اخلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانو حسيت انو هم مهمين الطاقة العامة اليك يا برج الجوزاء بالفترة الحالية اني اشوف انو انت عندك طاقة مراقبة عالية لشخص تحس انو هذا الشخص عنده اسرار هذا الشخص ممكن تحس ان هو عنده طرف ثالث بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث وانت اساسا هذا الشي راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته لان هاي الطاقة الحالية فممكن انت تكون كاشف هذا الشي او انت متأكد منه ولكن لحد الان انت ما لازم شي بايدك فاشوف عندك طاقة بحث لفترة الجاية طاقة مراقبة بحث للشريك لانه عندك شك انو هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياتي ويشكك بمحلة راح يكون وانت راح تكتشف هذا الشي لانه نصف النفسر مقلوبة فهذا الحرامي انكشف الورقة انقلبت بعد فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد اتدور وراك الشخص اللي وراك اشوف انو اكو شخص منسحب عنك شوية عنده عواطف مكبوطة اتجاهك ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد دور وراه لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد او ممكن شخص من الماضي يطالع من حياتك صالة فترة وديراقبك من بعيد بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة اتجاهك ويبدو اياك بداية جديدة او حتى يطلب منك بداية جديدة اشوف اكو هنا عواطف مكبوطة بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول ان هو يجي يحكي اياك الفترة الجاية بس للاسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط لان انت راح تكون بي مجروح او دتعاني من انفصال مؤلم فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بي او دتمر بي حاليا فالهسبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قاعدت السلسل القصة انقرت بس من الطاقة العامة انت دتحاول تدافع عن نفسك بتحمي مشاعرك وما تنطي فرصة انه انت خايف انت مثل ما قلت لك انت اريدي طالع من انفصال مؤلم اكون انفصال مؤلم وحاليا انت ابطاقة الشفاء دتحاول انه تستجمع نفسك ودتحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية لانه العلاقة اللي انت تشنت سابقا بها كانت علاقة متعبة هوايا تطريت تتحارب هوايا تطريت تتواجه ناس وهوايا حاولت انه تحافظ عليها ولكن بالمقابل الشخص اللي انت تشنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مقدس ثقة لانه اشوف اكو طرف صارف هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم شون فالهسبب انت خايف انه تفتح قلبك انت خايف تنجي رح مرة ثانية يا برج جوزاء عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل فالهسبب انت دا تحاول مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك او مخاوفك وقلقك عندك مخاوف انه اكو شخص راح يخونك وبكل لحظة اكو شخص راح يتركك حاول انه تكمل فترة الشفاء اللي انت بها لا تتردد حاليا انه يعني تاخد خطوة جديدة انا شوف فترة اخد فترة استراحة مثل ما نقول حاول تطلع من الالم اللي انت بيك تكمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة وهي الشخص اللي جايك هس انا فصلنا الوضع العاطفي قبل منافسي العملي خلونا ننتقل لصعيد العملي الصعيد العملي يا برج الجوزاء اشوف انه برج الجوزاء البعض من عدكم ممكن قبل ما هاي الظروفة تصير كانت منتظر عمل اكو شغل ممكن احد كان وعدك بيه وكانت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كانت انت مسؤول عن عائلة طبعا لانه قراءة عامة فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءة فشان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عملي انت تتحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل بالفترة الحالية اشوف بعد ظروف الحظر والمارفش اشوف انه انت حاليا ما عندك شغل او نقول يعني شغلك في تراجع قاعد يتراجع 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 هذا الشي ده يأثر على نفسيتك هواية وده يأثر على بيتك على مصاريفك فده اشوف عندك تفكير كلش تشبير بالعائلة والبعض من عندكم اشوف ايضا ممكن شان عنده بيع يعني يريد يشتري عقار او حتى يبيع يعني كشراء منزل او بيع منزل بس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هواي قاعد تفكر هواي تريد انه هذا الموضوع يخلص ويتم بس ما قاعد يتم قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات فاذا تشنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشي محبطك واذا تشنت ناوي ايضا تشتري هم هذا الشي متوقف فعندك طاقة احباط بموضوع يخص منزل او ممكن حتى اصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس انت مقاعد تقدر انه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة عندي طاقة بيته هنا انا طالعة فممكن انت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركزك الاساسي على البيت موضوع بيت سواء كان اصلاحات او شراء او بيع او حتى نقلة من مكان للمكان اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات الامور خلال ست اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني تعقار مازل خلال ست اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك واردي اكو موجودة نقلة فاكو نقلة اليك خلال ست اسابيع هسا خلونا نيجو على الصعيد الصحي على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم باعد يعاني من الام بالاقدام ومؤثر عليها هواية وايضا اشوف البعض الثاني بالنسبة للمساء اشوف اكو حمل اما انتي حاليا حامل او راح يكون عندك حمل بس الحمل راح يكون متعب فاللي مطلوب بالنش بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل المطلوب من عندك انو تحافظين او ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة باي مواضيع يعني مواضيع تخص الحمل والولادة فممكن انو اما انتي كنت حامل وهذا على الاغلب انو اكو بعض النساء حوامل حاليا فهذا الشي دا ينطيك اشارة انو خلي بالك من نفسك هاي الفترة وحملتي شوي راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حملت جديد فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك يعني ان شاء الله ما يعني خير لا تخافون بس احاول انو تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة لانو هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل هاي بالنسبة للنساء وللصحة اما بالنسبة خلي نشوف الوضع العائي لبرج الجوزاء برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلافوية احدا من العائلة كأن يكون اخ او اخوت على الاغلب يكون اخ اصاير بينك وبين كلام او ممكن هذا الاخ او مش عرض اخ يعني شخص من العائلة ما انت نوعا ما مأيس انو هذا الشخص راح يرجع لك حقك منتظر من عند انو هو يجي ايصال حق او حتى يرجع لك الحق اللي ماخده من عندك ولكن هذا الشخص اشوفه شوية كلام احد فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة يا برج الجوزاء وخاصة على الاشياء ممكن ان تخص نقول اوضاع مادية كورس يعني اشياء تخص المادة بالذات فاشوف اكو احباب عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة بس الامور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص اكو شخص راح يتدخل ممكن تجيك رسالة وراح تنحل يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها لا تخافون خلونا هسا نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي حيانا هوايا احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة هسا خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين المنفصلين قاعدة اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة ما عندك القدرة انت مواثق من نفسك زيادة نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية اكو تردد ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دي حاولون يتقربون من عندك ولكن انت ما قاعد تعرفش تريد اكو هوايا اشخاص خاصة بالتواصل دي حاولون يتواصلون وياك دي حاولون انه يتقربون من عندك ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك لان عندك تردد عندك مخاوف عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بحياتك ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك صار لفترة ممكن ستة شهور ممكن ست اسابيع هذا الشخص من طلع من حياتك ما طلع من حياتك بسهولة لا هو عرف احد عليك وانت واردي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشي اللي يسبب لك عدم ثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية نفس الوقت اشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يرحون منح الاستقرار منح الزواج انه هو ميريد بعد يبقى صنغل ميريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح لا هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج علاقة جدية علاقة غير متعبة عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق علاقة كانت كلها تعب كلها مسئوليات وكان بيها طرف ثالث موجود وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث وانت كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف بس عالاغلب انت عارف وهنا انا عندي اوراقه انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث وهذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة مؤثر عليك هوايا ويجرح بالكلام هذا الشخص يجرح بكلامه يحب يسيطر يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات يعني شخص سلبي انسان سيء رغم انه اشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره ممكن تكون طاقته شوية كبيرة هنا طالعة يمي طالعة يمي طاقة الكوين طاقة تينوفونت فهو يعني من تشوفه هو شخصية وشخص تعبان على النفسه ممكن عنده مسئوليات ولكن هو نوعا ما اشوف ان هو يجرح بالكلام هو بالكلام يحجب صورة حادة وجريئة ويركز على العيوب ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك عنده هيش طاقة اكو ناس يتقلل من قيمتك واتزغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك حتى انت تقول او هذا الشخص قاعد يحجو يا او هو هيت شوي يتشايفني او انه يقنعك انه انت بيك خطأ يقنعك انه انت مثلا ما تستحق ان واحد ينطيك قيمة عالية وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي واساسا هنا اذا شوفوا انه العلاقة ماريتكم علاقة بها كارما كانت فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة والطرف الثالث هنا هو امرأة طالع يمي موجودة فاما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح يتزواج فانت هذا الشيء متعبك بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بينها تكون القدر توقف عند عنها فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية اذا انه انا شوف انه راح يحاول يتواصل ياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد بس الرجوع ما راح يتم يعني راح ترجعون حتى لو حشيته فترة راح ترجعون تفترقون لانه القدر توقف انه هو يدعم هاي العلاقة العلاقة هاي توقفت خلص انتهت بس انتو اللي قاعد تحاولون انه تمشيوها هنانا وتتقنعون نفسكم انه ما كوش ينتهي هو اذا يشوف انه ما كوش ينتهي هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود ولي راح يظل اساسا موجود وبعدها راح يحاول يجي يحتوي اياك يصالحك يؤثر عليك بكلمة كلمتين يعرف انه انت عاطفي وهو مؤثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تدوية شخص صغيرا انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي رايدك وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول مع انه انت قيمتك اكبر بس هو دا يحاول يوصلك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية ببناتكم يعني يرجع يحاول يضلل عليك ويرجعك اليه فهذا الشخص من رجي سيدي وموجوده اللي عنده طرف صارت بحياتك هذا اللي تنطي فرصات انا اقول انه تركي وانت متردد انه انت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة واني اساسا قاعد اشوف انه انت من الغلط انه تبدأ بعلاقة جديدة هسا فتروع واخذ فترة علاج الحد ما تحس نفسك انه انت يعني استعادت ثقتك بنفسك رجعتها مرة ثانية وحب نفسك اولا يعني حب نفسك حتى الناس تحبك اول اهم حب هو حب النفس فما اقولك تصير اناني ومغرور بس يعني حب النفس شرط لازم تحب نفسك تقتنع بها حتى المقابل يحبك لنحن كلنا طاقة فانت هسا الطاقة اللي اذا تصدرها للناس انه انت شخص ما عندك ثقب نفسك شخص مهزوز فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيتش فريسة هي الطاقة راح تسحبه ما راح يجي هذا الشخص اليك راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك راح يصير بلك نفس الشي اللي يصاروا اياك وياه هذا الشخص راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك سيطر علي مشاعرك وبعدها راح يحمي تركك وراح تكون بحالة نفسية اسوأ من قبلها فاول شي حب نفسك راجع نفسك رجع ثقتك بنفسك حاول تسوي اشياء تعزز الثقة بنفس خلال هاي الفترة بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع لانه اون اشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل اليك عن قريب ففي حال تواصل اليك هذا الشخص اللي اشوفه انه تقطع فورا لانه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها شي لازم ينتهي يعني صفحة لازم تنطوي خلاص حسا قبل ما لانهي القراءة خلي اقولكم الابراج اللي طلعت لي برج الحوت طلع مارتين برج الحمل عدنا هنا برج الثور برج الاسد برج السرطان برج السرطان مرة ثانية الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني بس عامة الطاقات هي تشانة نارية ومائية كل التوفيق لكم برج الجوزاء ان شاء الله القراءة الجاية يشوفكم وبوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة وتذكروا دائما الحاج اللي قلت لكم ياه بالبداية حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة